بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسغل الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو مولد للخير والرحمة الإلهية من الله سبحانه وتعالى لأن الله قال في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي التي تدفعنا إلى الفرح بميلاد سيد الكونين صلى الله عليه وآله وسلم وهذه المحبة هي بابنا إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك قال سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين فالحب هو الذي يدفعنا للفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الفرحة التي تكون بميلاده صلى الله عليه وآله وسلم يثاب الإنسان عليها ويكون في دائرة الرحمة الإلهية من الله سبحانه وتعالى ولذلك ذكروا أن أول من أرضعه صلى الله عليه وسلم ثويبة جارية أبي لهب ذلك الرجل الذي وقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن برسالته لما ولد سيدنا صلى الله عليه وسلم جاءت هذه الجارية ثويبة إلى أبي لهب وأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في هذه الحياة قد خرج إلى النور قد جاء بالنور صلى الله عليه وآله وسلم فأعتقها أبو لهب فرحا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتقل وهو الذي أنزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة رآه بعض الناس في المنام وسأله عن حاله فقال أن الله يخفف عنه العذاب يوم الاثنين لأنه أعتق ثويبة فرحا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانظر إلى هذه الفرحة كيف أن الله سبحانه وتعالى يخفف العذاب عن كافر لأنه فرح بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال بعضهم إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا نحن نعبد الله ونحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما نفرح بميلاده صلى الله عليه وآله وسلم نحن نظهر الحب الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما نفرح بميلاده صلى الله عليه وآله وسلم نقتدي بسيدنا صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة وهذه الفرحة لا يضيع ثوابها عند الله سبحانه وتعالى لأننا نعبد الله بالليل والنهار ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو القدوة الصالحة لنا بشرنا وأخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن الجنة لا تفتح أبوابها إلا من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالفرحة بميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها ثواب عظيم وأجر كبير من الله سبحانه وتعالى لأننا نفرح بالخير الذي أنعم الله سبحانه وتعالى به علينا في الليل والنهار فمن الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور من الذي جعلنا نصلي ونعبد ربنا سبحانه وتعالى من الذي جعلنا نقرأ القرآن الكريم من الذي جعلنا نذكر الله بالليل والنهار إنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كل نعمة توجد في هذه الحياة فهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلاة وذكر ودعاء واستغفار فحينما يفرح المؤمن فكأنه يشكر ربه سبحانه وتعالى على هذه النعم التي جاءت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأننا حينما نفرح بميلاده صلى الله عليه وآله وسلم نشكر ربنا على نعمة الوجود وعلى نعمة القرآن وعلى نعمة الصلاة على سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم فافرحوا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكثر من الصلاة عليه تفتح لكم أبواب الخير والرحمة من الله سبحانه وتعالى وتذكروا قول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن يكثرون من الصلاة عليه بالليل والنهار وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا